موسيقى نحن دايما نفكر بكل المواضيع اللي بتهمكن مشاهدينا وتخفيف الوزن موضوع بهمنا كلنا وحتى نساعدكم نتوصلوا للوزن المطلوب عم نعرفكم على فيا لين مستحضر مستند على الزعفران راح يعرفنا أكثر على تفاصيله السيد جمال الديك أهلا وسهلا فيك جمال أهلا وسهلا فيك مرسي حضرتك صاحب شركة بوستشوب وكل الحصريين لفيا لين من مجموعة فيا تونيك بدي عراحب كمين نبي مصطفى كاركي أهلا وسهلا فيك مصطفى موسيقى اليوم راح تشاركنا تجربتك مع فيا لين بعرف أنه من يومين تقريبا بلشت هل متمم الغذائي ورح هكي تخبرنا بالتفصيل شو تغير من يومين لهلأ وشو الأهداف اللي حاطتها لحالك بالنسبة لتخفيف وزنك ولكن بدي أبلش مع جمال حتى نتعرف على هالمستحضر شو هو ومن شو مكون فيا لين مثل ما تفضلت حرتك وقلت مستخرج طبيعي 100% مستخرج بنزع فران الأكتف إنجريديان اللي فيه هو السافرانيل هيدا المادة يلي اكتشفت مؤخرا بفرانسا بأميركا بكل دول العالم مدى أهميتها واستراتيجيتا بعملية كبح الشهية تنقدر ننزل الوزن هيدا حكما نموجه للأشخاص اللي هنه ايموشنال ايترز هلأ راح نشوف مع مصطفى كيف تدريجيا راح يبلش ينزل الوزن ونحن سابق وحكينا بحلقات سابقة كنا طلبنا تستامونيال أو تيمونياش حتى يكون معنا على الحوار في أشخاص شاركونا تجربة نعبر التليفون يوم راح نشوف بصورة راح نشوف مصطفى ورح نشوفه على حلقات لقدام كيف تدريجيا بلش ينزل الوزن وهو دجا كان بلش فيه من يوم الجمعة يعني نحن والمشاهدين جمال راح نواكب مصطفى بمشواره اتجاه الوزن المثالي له اهلا وسهلا فيك مرة جديدة مصطفى ليش قررت تجرب مستحضر فيالعين انا جربت كثير عطول بضعف وبرجع بنصح يعني ولا مرة ثبتت على الوزن طبعي يعني بتعشى مرتين بحب الاكل يعني الوزن الزايد مشكلة مستمرة لإلك من سنين انت بتعاني من هالمشكلة لا قبل كنت اضعف بكتير يعني كان وزي تقريبا تلاتة وتسعين كيلو هلأ مية واربعة وثلاثين كنت من عربع تيهام تقريبا نعم وحابب اضعف يعني بطريقة سريعة وانتبع حالي أكتر فوجود مسوي جماعة اللي حكيت معه فنصحني بكل الأشياء المظبوطة اللي لازم اخدها وما خربت أبدا بالأكل خبرنا شوي عن نظام حياتك طريقة أكلك هل كنت عمل رياضة يعني شو الاشياء الخاطئة اللي كنت عملة حتى قديت له هالزيادة بالوزن عندك كثير عندي شغل ما عندي وقت تعمل سبور دايما الأكل طبعي بكون يعني أكتر شي عشا يعني وقت متأخر بالليل بالضبط ما بتروأ أو قايت ما بتغدى بيجي على البيت بشوف أكل طيب ما بقدر قايت كل نهار وفجأة منلاقي كلها لأكل يلا وقع كثير كبيري بالليل ايه عويت بفوق يعني جعان كمان بتعشى أكتر من مرة ايه عوض حاكت حاكت هلأ رح طالعك على الميزان انتور بتعشى أكتر من مرة يا مصطفى ليه بجوع بجوع بك تعود يمكن على عن النهار اللي بتقضي يمكن كل نهار ما بتاكل بالزبط نعم بحب شوكولاكت شو النصائح ليعطاك ياها سيد جمال بالنسبة للهدف اللي حطيك برأسك مفروض بلش أنا بلشت اخد تريتمون أكيد يعني عشرين بالمية تعريبا صرت ما أكل الواجبة اللي كنت أكلها عشرين بالمية خفت عندي كيف تاخد فيا لاين كم مرة بنهار واي وقت فيا لاين الصبح حبتين أو حبي حبتين الصبح عري وشو تغير بالنسبة لنظرتك للأكل الأبليل عندك للأكل يعني مسلا كنت أكل صحون يعني ألأ بيبقى ربعه يعني يعني عجب ملجوم على اليوم يعني أنا صرت أحس أنه بلشت يخف الشهية طبعي يعني شعور بيشبع أكثر يعني كتشبع بكمية أقل من الأكل هلا أنت كنت متل ما قال سيد جمال يعني كمية اللي بتكلها العلاقة بمزاجك إذا كنت بمزاج جيد أو سيء سترس بيكل كتير كتير وفي كتير سترس بشغلك حسب معرفته طبعا وماشي الحال زعفران سيد جمال بيشتغل على هرمون معين السيروتونين بيشتغل على هرمون رفع السيروتونين هذا الهرمون مسؤول عن كبح الشهية مسؤول عن المزاجية يعني بيحسن المزاج بالدرجة الأولى وثانيا هذا الشيء بيخلينا نشعر بشبع صحيح لأنه مصطفى الحالي اللي عم يعاني منها بمجرد ما يتوتر أكله عم بيزيد وهذا الشي يعني عم بيتوتر عم بيروح لشوكولات عم بيروح لبومبون عم بيروح لأساس تانية عم بيتعشى مرتين هذا كله سبب التوتر ومشان هيك أهمية الزعفران بيرفع مستوى السيروتونين بالجسام وهذا الشيء أكيد بيوصلنا لكبح للشهية ما رح يتنقطع بعده عم بياكل ورح يضل يياكل لأنه الأكل هو أكيد أساسي جدا حدا بيقدر يعيش بالأكل بس نحن هدفنا أنه ينظم حياته نعم نظام الاستيقى عنده بيصور بكميات أقل من اللي عم بياكله كميات أقل ومريات أكتر طبعا لأنه مينموم بياكل أربع خمس مرات يمكن حاشد جسمه فمجرد ما ينظم أكله ويخف أكله أكيد وزنه رح يبلش ينزل مستفى بابتسامة كبيرة بديك تقوم بها الميزان أنت كنتشاهد على وزنه وبالأساس فسي جمال أعني كنتشاهد على وزنه أدى كان وزنك جمال مستفى مصطفى ميه وأربعة وثلاثين ميه وأربعة وثلاثين هذي من ثلاثين في طلبناك نتوضل على الميزان هون بدنا نرون من يريد أن ترى؟ أنا مبين عندي 129 لا 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 أحد يشوف لأدي وزنه جمال في أطلب منك تيزة قوم تشوف أو أحدا من الشباب مبين على 129 وزنه 129 بس بدي خبر المشاهدين أنه وكمان تم وزن مصطفى قبل ما بلش من كم يوم على نفس الميزان كبداية على نفس الميزان يوم الجمعة من عملية وبلش من يوم الجمعة يعني بزارف ثلاثة أيام بزارف ثلاثة أيام خمسة كيلو هلأ في ناس عم يحضرون رح يقولوا سيد جمال أنه هيدا كله مي شو بتقولون رح نشوفه بحلقات لقدم نحن معهم رح نتركوا بهيدا الوزن اللي تركنا عليه نحن خبرنا لأنه دجا كان نوزن ونعرض هلأ اليوم رح نشوف مصطفى بحلقات رح نواكب مشواره بشكل أسبوعي رح يطل علينا مصطفى إن شاء الله انت أدل لتحدي مصطفى لحد هلأ مرتاح نفسي تكييف عم تحسر بتعصيف لأن الناس لما بغيروا نظام أكلهم بيعصبوا يعني بصير معهم سترس أكتر أنت ما عم تحس بهالشي يعني أنا كثير حابب أضعف نعم فيا لاين مرخص من قبل وزارة الصحة اللبنانية كمان وبي دوباي وبفرنسا فرنسا فرنسا وهو الـPrivate Label شرح لنا شوي شو يعني هذا أول شي برودوي بتصنع بفرنسا بواحد من أهم المختبرات اللي إليها بيع كتير طويل مثل كل المنتجات الموجودة بشركتنا وليس بأسم خاص لقلنا بأسم خاص لقلنا نحن نجيبه بأسم خاص لقلنا حتى نحن نكبر اسم لما نكبر اسم حدا تاني ما إلو أي سايد افكتس أبدا هذا برودوي طبيعي كل الناس فيها تاخدوا كل الناس فيها تنزل وزنة حتى من عمر 12 سنة لأنه إحنا كنا سبق وقلنا من قبل أنه من عمر 16 لكن في دراسات مؤخرة أخدنيها من الشركة بفرنسا من عمر 12 سنة رح نحكي عنها لاحقون تعرفي في بداني كتير عند الأطفال الفاست فود الشوكولات البومبون هذا اللي مش محسوب اللي بنعملوا الوجبات اللي بنعملها كلياتها واللي عم بتوصلنا للبداني نحكي عنها إن شاء الله بحلقات لقدام كيف منحصل على فيالاين وين موجود؟ فيالاين موجود بكل الفارماسيز بلبنان الصيدالية اللي معنديها موجود بمستودع الأدوية موجود عنا على الويب سايت موجود على أرقام التليفونات اللي عم تطلع بيوصل لكل المحلات اللي بدونيها لما الشخص بيوصل للوزن المطلوب هل في نوع من المتابعة بالنسبة لإستعمال فيالاين؟ يعني بيكمل إستعمال أو بيتوقف عند وصوله بقلك شغلية أكيد بيقدر يكمل يستخدمه بمجرد ما يوصل للوزن اللي بده يقز إذا حبي يوقف يوقف لكن تعرفين نحنا اليوم كلياتنا من الويك أند بالأعياد إن شاء الله بيناقض على التل ما في مجال بدنا نزعبر فكل شخص بحيث حاله إنه ممكن يعمل وجبات مش محسوبة وممكن ياخد وجبات كتير كبيرة نحنا ننصحه إنه ياخد حبي قبل بنص ساعة من الوجب اللي متوقع هاكي بيضمن أنه مرح هاكي بيكون سيطر على نفسه مصطفى ماشي حالك لحد هلا والهيئة راح تكون أدى ورح توصل أدي حاطة هدف كم كيلو تخسر؟ أنا حاطة خمسين كيلو أخسر خمسين كيلو بزارف أديه بتحددوا الوقت كمان سيد جمال أو حسب كل شخص ما بنحدد الوقت أبداً ما في جسم مثل التاني يعني كل جسم بيختلف عن التاني اليوم هو شخص عنده وزن كتير كبير عم بيخد هذه التجربة راح يبلش ينزل وزنه وهذا الشي راح يشوفه كل الناس نحن عمنا شفافية بهذا الموضوع راح نجيبه بذلك وجود مصطفى ورح يكون في أكتر من شخص ورح يكون في أكتر من شخص أكيد والدجاه هلا في كتير أشخاص يعني يبلشوا معنا بس بيستحوا يطلعوا على التلفزيون أو بيفضلوا لظروف لأشغال لكل شيء شكراً للكم نشوفك مصطفى الأسبوع الجاي إن شاء الله بوزن أخف وأنا بشكركم أنتم مشاهدين مع تغفيف الوزن من ننهي حلقتنا على أمل أن نقدرنا خففنا شوي كمان منه ممكن وخلينا نهار الفرصة يكون أحلى شوي بتمنىكم بايت نهار ممتع مع العائلة والأصدقاء اللايف جديد بكرة الصبح إلى اللقاء